احد بيقول ما رأي قباستكم في التفسير الذي يقول ان الابن يمثل للرحمة والاب يمثل للعدل غلط فغلط فغلط وهم الدينونة ستخضع الرحمة للعدل غلط فغلط فغلط لانه لا رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة شوفوا معنى هذا الكلام ان هناك تناقض بين رحمة الله وعدله فمتى تنتصر الرحمة تنتصر والعدل ينتصر الكلام ده غلط لهوتيا مش مزهوط الله لا يوجد تناقض في صفاته وزي ما أزلتكم مرارا عديدة صفات الله تدخل في بعضها البعض رحمة الله مملوء عدلا وعدل الله مملوء رحمة رحمة الله رحمة عادلة وعدل الله عدل رحيم فما فيش تناقض وانتصار العدل والرحمة كما ان احنا لو قلنا الاب يمثل للعادل والدينونة والابن يمثل للرحمة والرحمة تنتصر يعني الابن ينتصر على الاب يبدى حتى الكلام ده غير لا غير لا احكا سؤال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة